كل اللي عنده مشاكل في شعره يتابع الفيديو ده كل اللي عنده تساقط لشعره يتابع الفيديو ده كل اللي عنده هيشان في شعره يتابع الفيديو ده اللي عنده فراغات في رأسه مش عارف يعالجها سواء كانت حديثة او قديمة يتابع الفيديو ده اللي عنده قشرة الشعر سواء نتيجة عدوى او نتيجة مشاكل مرضية او نتيجة احداث ورصية يتابع الفيديو دوت باذن الله سبحانه وتعالى في الفيديو ده هنعالج كل مشاكل الشعر ان شاء الله باذن الله بقدر المستطاع بس نلتزم مع بعض ونشوف هنعمل ايه يلا بنا نبدأ دلوقتي يا جماعة عندنا مشاكل كتير جدا جدا في قشرة الشعر قد لا تتوقف يوما واحدا زي قشرة الشعر وزي تساقط الشعر وزي هيشان الشعر وزي الفراغات الموجودة في الشعر والكلام ده كله بصراحة موجود عند الرجال والنساء لا ننكر شيئا ولكن المشكلة ان احنا جربنا حاجات كتير جدا 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 والمشكلة لازلت قائمة حتى ناس كتير بتشتكي وتقول انا جزور الشعر عندي ضعيفة تطلع الشعر او الشعراية ضعيفة انا عايزة قوي جزور الشعر وقوي بصيلة الشعر وقوي الشعراية اللي بتطلع علشان خاطر مش قوي ما تطلع تتساقط مني تاني كمان ناس كتير جدا من الشباب بيشتكي تحديدا في سن 18 لحد سن 22 و23 من وجود القشرة في الرأس بطريقة غريبة جدا 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 وطريقة عجيبة جدا جدا نعمل ايه طيب في مشكلة قشرة الشعر نعمل ايه في مشكلة تساقط الشعر نعمل ايه في المشاكل دي كلها ان شاء الله بإذن الله طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا يلا بينا نبدأ ونقول اول حاجة خالص يا جماعة نحضر بإذن الله سبحانه وتعالى نوع من الكريم او نوع من الزيوت اللي احنا بنفضلها للشعر ناس هتقول لي اجيب كريم ايه انا مقدرش اقولك هات كريم ايه هات اجود المنتجات الموجودة في السوق علشان خاطر هنقرأ عليها هذه الصورة العظيمة طب هات زيت ايه هات اجود انواع الزيوت الموجودة في السوق علشان خاطر نقرأ عليها هذه الصورة يعني ايه يعني ما تستخصرش في نفسك حاجة اوعى تستخصر في نفسك ان انت تجيب منتج كويس علشان خاطر تعالج نفسك بسرعة من المشاكل اللي عندك يعني انا لو جبت حاجة ضعيفة مش هخف اه يعني لو جبت حاجة رديئة ومخشوشة مش هخف طبعا انت بتأذي نفسك اولا وبتأذي كمان فروة الرأس انت ممكن تعاني من مشاكل تستمر معاك عشرات السنين بسبب ان انت اهملت في نفسك وجبت حاجة رديئة فلذلك اشتري الاصلي علشان خاطر شعرك يبقى اصلي انا بقول الكلام ده للرجال والنساء وبصراحة كمان يا جماعة الكل يهتم بشعره علشان خاطر الشعر دوت هيضرك كتير كتير او في مصارك الخارجي لو انت ما اهتمتش به وما انت ما يعتطوش الاهتمام اللازم طيب هنبدأ ان شاء الله نجي هازك كريم ونجاهز الزيت اللي هنقرأ عليه ان شاء الله باذن الله بس نتوضع الاول ونحسن الوضوء وقبل ما انسى كمان هنحضر ان شاء الله باذن الله ماء معدني بقدر المستطاع علشان خاطر هنقرأ عليه ايضا وكمان الماء المعدني لو مش موجود يبقى عندنا ماء من الفلتر قدر الامكان ما يقلش عن كده ناس هتقول ماء زمزم اقرأ عليه ناس هتقول ما عنديش خالص ماء من الفلتر ولا ماء زمزم ولا ماء معدني هقولك ايه اجرنا على الله هاتماء عادي ونتوكى على الله سبحانه وتعالى وربنا الحافظ طيب هنقرأ على الماء باذن الله بعد الوضوء والطيب برائحة جميلة ونكون تجاه القبلة المرأة في العوض الشرع هتقول ينفع عاملها هينفع تعمليها بس هتمسك الهاتف المحمول وتقرأ منه ان شاء الله ويفضل قبلها الوضوء وضوء يهدد النشاط ان احبابتي ان شاء الله باذن الله والقراءة من الهاتف المحمول ونقرأ باذن الله سبحانه وتعالى بعد وضع النية يا رب نويت قراءة هذه الصورة الصورة من القرآن الكريم بنيت ان انت يا رب تعطيني جمال الشعر وجاذبية الشعر والشعر بصحي ووقف تساقط الشعر ووقف هيشان الشعر ووقف قشرة الشعر وعلى كل ذلك نهائيا باذن الله يصبح شعري كالقمر في ليلة البتر وبعد ما حطينا النية نقرأ صورة الفاتحة باذن الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات ثلاث مرات مع البسملة في كل مرة وتدبر وتأمل وتركيز كامل 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 ابقوله عشان تنجح معاكم تركيز كامل في اللي احنا بنقول صورة الفاتحة ثلاث مرات مع البسملة في كل مرة وبعدها مباشرة نقرأ هذه الصورة العظيمة المباركة صورة الليلة نقرأها باذن الله سبحانه وتعالى حيداشر مرة متتالية مع البسملة والقراءة يا جماعة هتكون يوميا مع حضور القلب والتركيز وتخيل وانت بتقرأ ان في طاقة نورانية جيالك من عند الله سبحانه وتعالى هتسقط او هتيجي على رأسك وهتعلجك من كل مشاكل رأسك تخيل معايا هذه الطاقة ان شاء الله بإذن الله وعد كده نرش الشعر كله بالماء اللي احنا قرأنا عليه الصورة بإذن الله سبحانه وتعالى وانا بدلك شعري وبرش شعري بالماء بتخيل ايضا ان في نور جالي من عند الله سبحانه وتعالى جعل شعري زي ما انا عايزه بقى علاج مشاكل الشعر تسقط الشعر القشرة كلام ده كله كمان ان شاء الله بإذن الله الماء يعني احنا بنضعه وندلك فروة الرأس جيدا جيدا من الامام للخلف وكده لمدة مثلا دقتين تلاتة خمسة براحكم ونسيبه شوية ينشف وبعده مثلا بربع ساعة مثلا ده في النهار وبعده بربع ساعة نضع من الكريم اللي احنا قرأنا عليه بإذن الله سبحانه وتعالى وزي ما قلنا الماء الاول وبعده كده بربع ساعة من نصف ساعة الكريم وان احببت ان انت تضع من الماء مثلا بالنهار والكريم بالليل يبقى مفيش مشكلة خالص الكريم ممكن نحطه مرتين في اليوم مرة في اليوم مفيش مشكلة المهم ان احنا نواصل 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 القراءة يوميا على الماء بإذن الله والكريم ممكن نخليه كل ثلاث ايام نقرأ نجدد القراءة علشان خاطر يزداد طاقة نورانية من القرآن الكريم وزي ما قلنا قبل كده كل ما نقرأ اكثر كل ما ناخد حسنات اكثر كل ما ناخد طاقة نورانية اصلا من القراءة تعالج فروة الرأس يخلي بالكم لسه ما قرأناش على الماء الطاقة نفسها النورانية من القرآن الكريم هتعالج بس احنا بنقرأ على الماء علشان خاطر نواصل لكل الاطراف الموجودة في الجسم عن طريق الماء حيث قال الله سبحانه وتعالى ويجعلنا من الماء كل شيء حيث نواصل لكل حتة في الجسم داخليا وخارجيا ان شاء الله الماء زي ما قلنا ان شاء الله بإذن الله بنرش منه الشعر كله وكمان ان شاء الله ممكن نشرب منه كمان مثلا مرة صبح ومرة بالليل حاجة بسيطة ممكن نرش الشعر منه بروضك مرة صبح ومرة بالليل إن شاء الله بإذن الله والكريم نضع منه بإذن الله مثلا مثلا بالليل الزيت لو عندنا زيت كمان ممكن نضع منه في نصف النهار والكريم بالليل تبقوا زي ما انتوا حابين اعملوا المهم الماء هنقرأ عليه يوميا ونشرب منه ونمسح منه والكريم بإذن الله نكره عليه كل ثلاثة أيام هو والزيت مثلا ونضع منه على الشعر إن شاء الله ونتركه بإذن الله حتى الصباح لو استطعنا بإذن الله سبحانه وتعالى ولننسى الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى بعد وضع الكريم أو بعد وضع الماء بالشفاء والعافية